السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل حمالة للصدر او براب. طريقة سهلة جدا وبسيطة. وبشرح كل التفاصيل وازاي نقدر نعمله لاي مقاس او اي فئة عمرية. يعني نبتدي من كل المقاسات اكس سمول سمول ميديم لارج اكس لارج اكس اكس تلاتة اكس اكتر من كده اقل من كده زي ما احنا حابين. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تنور اعجابكم ويكون سهلة وبسيطة ونتنسوش ازا عجبكم ديجي وتدعموني بلايك وشيروا سبسكرايب. هستخدم معاكم خيط غزل المنجد او خيط الصياب زي ما احنا شايفين. ده الخيط ده بنعمل منه مفارش لكن هو خيط قطن مية في المية ومميز جدا وانا حاسيت انه هو هيكون حلو في الصمك بتاعه. وكمان هو آآ مصنوعة من القطن مية في المية يعني هيكون في ملابس الصيف حاجة جميلة جدا ومميز. آآ طبعا هو بيكون في عيب او مشكلة واحدة بس انه بيكونش فيه منه الوان غير الابيض ولو فايت. لكن لو هتحب تستخدمي الوان هتستخدمي او 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 لو حابة طبعا تستخدمي. لكن عشان نكون واضحين مع بعض ان بيكونوا كلهم آآ ما فيهمش اي درجة قطن خالص يعني كلهم اكليريك بس اكليريك معالج بشكل القطن. اما قطن بيكون خمسة واربعين في المية قطن والباقي خمسة وخمسين في المية آآ لكن طبعا معالج زي ما قلنا بطريقة ان انت تحس ان هو قطن. لكن ده قطن خالص مية في المية. عشان كده حبيت نشتغل به النهاردة. لكن انتو تقدروا طبعا تشتغلوا باي نوع فيد حتى لو هتشتغلوا بالصوف ده يرجع لكم. احنا تكلمنا فيديو خاص بالمقاسات الخاصة طبعا بالقطعة اللي احنا شايفينها دي. اللي احنا بنكون منها البراء بنكون قطعتين وبنعمل منها البراء. عرفنا طبعا المقاسات واخدنا طبعا المقاس لكل فئة عمرية او لكل مقاس من اول اكس سمول لغاية آآ اكس لرج. وقلنا اكس اكس وتلاتة اكس هيكونوا ازاي? والاقل من كده كمان هنعملهم ازاي. طيب انا معي النهاردة المقاس هشتغلوا على مقاس سمول. بالنسبة المقاس سمول اتفقنا مع بعض بصوا القطعة دي. هعملها كده. بالشكل ده. عايزة المقاس اللي تحت يكون تلتاشر سنتي والمقاس اللي هو طول القطعة دي يكون اربعتاشر سنتي. طيب مع آآ خيط المنجد او آآ غزل المنجد الصياد هستخدم ابرة رقم تلاتة مليمتر. ولعب معانا المقاس ومعانا المتر وده اهم حاجة موجود معانا دلوقتي. طيب لو انا قدامي البنوطة او المدام اللي بعمل لها البراء او حمالة الصدر ازاي بقيس عشان اعمل حمالة صدر مزبوطة عشرة يعني مية في المية آآ بالمقاسات انا كنت اقول لكم عشرة في المية. مية في المية بالمقاسات المزبوطة بدون اي ايه آآ مشكلة. عندي نعتبر ان دوت السادي قدامي. المكان اللي في المنتصف دوت بجيب المتر هنا ببتدي احط المتر في النقطة دي وببتدي اقيس ايه لغاية بتحت زي ما احنا شايفين. المقاس اللي هي احنا هنقيسه دوت هو هو المقاس اللي هبتدي به البرا يعني عدد سلاسل البداية اللي هبتدي به القطعة دي. اما طبعا بالنسبة لي آآ المقاسات اللي احنا قلناها مع بعض في الفيديو لو الشخص مش لو البنوطة مش قدامك هتشتغل بالمقاسات اللي احنا هنشتغل بيها او الاعداد اللي هنشتغل بيها النهاردة. طبعا احنا مش بنحدد اعداد سابتة لان كل واحدة فينا بتستخدم ابرة او خيط مختلف عن التانية. فبالتالي احنا عايزين نمشي على قعدة تكون كل المقاسات بتاعت كل واحدة فينا بالزبط زي التانية ايه بدون اي اختلف. نبتدي نقيس المقاس زي ما قلنا مع بعض هقسم بس القطعة كده بالشكل دوت. انا عايز اقيس القعدة الاول عاديهم تلتاشر سنتي. من الاول مكان الابيض دوت بحطه كده بالشكل ده. عندي هنا القطعة خلاص وصلت للتلتاشر سنتي زي ما تفعنا مع بعض. بداية من القطعة البيضة بابتدي المقاس بتاعي لغاية ما اوصل ايه للتلتاشر. طي طول القطعة بالكامل المكان ده اهو. بجيب برضك المتر من هنا. لغاية ما اوصل ايه اربعتاشر سنتي. بالشكل ده. مش بشد الشغل خالص. علشان خاطر المقاس ما يختلفش معاكي. وتيجي مسلا تعملي المقاس تليه اقل سنتي او اكتر سنتي. لأ. ما تشديش الخيء الشغل خالص مش قصد الخيط. ما تشديش الشغل. يعني ما تجيش مسلا هنا وتروح يشده كده مطى الشغل وبعد كده ايه حطاه. والتاني تشده وتقسي عليه. هتبص تلاقي ايه بص احنا لو شدينا وقسنا. اه يوصل معاكي الاربعتاشر ولو شدتي اكتر كمان لخمساشر سنتي. لكن هو المقاس الطبيعي وهو مرتاح كده تلتاشر سنتي. طيب تلتاشر سنتي دول كانوا بالنسبة لسمك الخيط. وحجم الابرة اللي معايا تلاتة سنتي تلعوا معايا عدد سلاسل البداية اللي احنا شايفينهم دي طبعا مفروض ان عدد سلاسل البداية تكون ستة ونص سنتي. خلاص يا بنات? يعني عدد سلاسل البداية في البداية هنا تكون ستة ونص سنتي. تلعوا معايا تنشر سلسلة. ايا كان بقى حجم الابرة او سمك الخيط اللي بتستخدميهم لازم بالنسبة المقاس سمول يطلع معاك ستة ونص سنتي. يعني تشغلي سلاسل لغاية ما تفضل يتقيسي. عندك هنا السلاسل. احنا بنقيس من عند السي ام يعني سنتي متر ما بقس من عند الانش. اللي هي عند الاي اني دي. انا مش بقس منها يا باقي يا بنات. بقس من عند ايه السي ام هنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هنبتدي نشتغل مجموعة سلاسل بما يقارب آآ ستة ونص سنتي. يعني لازم عدد سلاسل البداية اللي هتشتغليهم لمقاس سمول يكونوا ستة ونص سنتي. وطلع معايا ستة ونص سنتي عبارة عن اتناشر سلسلة. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهو زي ما احنا شايفين. هدخل بالابرة داخل الحلقة. هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. عشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم واخرج منها. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. زي ما احنا شايفين دول عدد سلاسل البداية. وقلنا ان احنا بنقسهم منين? بنقسهم من الجزء اللي في المنتصف فيه السادي وننزل في المنطقة اللي تحت دي لغاية بنوصل له آآ القفص الصدري. يعني الجزئية اللي تحت دي بس. ده بيكون عدد سلاسل البداية اللي بيبتدي به اي قطعة من القطعة المسلسة المسلسة دي للبراء. بعد ما اتفقنا اتناشر سلسلة وزي ما اتفقنا مع بعض هم ستة ونص سنتي. هسيب بقى السلسلة الاخيرة وهرتفع بعدها سلسلتين واحد اتنين. هسيب الاتنين دول وهروح لرقم تلاتة وبتدي اشتغل عمود بلفة. القطعة دي كل هتنشتغلها بغرزة العمود بلفة وممكن تستريها بغرزة الحشوة او نصف عمود او اي طبعا غرزة انت حباها من الغرزة الاساسية. بيكون معي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكون معي حلقتين وسلسلتين دول هاعتبرهم بس مجرد ارتفاع مش باعتبرهم عدد معي. هروح لسلسلة رقم تلاتة في الحلقة الخلفية وبتخل. الف الخيط على الابرة واسحب واخرج تاني معي على الابرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين بقى معي حلقتين هلف الخيط واخرج من. كده ده اول عمود. اتنين وبشتغل فوق كل سلسلة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر طيب كده اشتغلنا احداشر عمود في حداشرة سلسلة فاضل لنا السلسلة الاخيرة ودي طبعا بالنسبة لكل المقاسات اللي هنشتغلها من اول اكس ميديم لغاية تلاتة اكس او اكبر او اصغر بنشتغل في السلسلة الاخيرة دايما زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هشتغل العمود رقم اتناشر. في السلسلة رقم اتناشر. وبكده بيكون انا كملت العدد عندي اتناشر على اليمين. صح يا بنات? في نفس السلسلة هشتغل زاوية. طيب الزاوية بتكون مكونة من ايه? تكون مكونة من اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود او عمود سلسلة عمود او سلسلتين اه او قصدي عمود. اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. يعني ممكن تشتغليها اتنين عمود سلسلة اتنين عمود او اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود او عمود سلسلة عمود. زي ما انت حابة. على حسب طبعا الشكل والتقويصة اللي انت هتكوني محتاجها في المكان ده. طيب. احنا هنشتغلها النهاردة ازاي? هنشتغلها اتنين عمود في نفس الفراغ هو هو رقم اتناشر اللي هو الاخير. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. كده اشتغلنا عمودين الزاوية. هشتغل سلسلتين واحد اتنين وزي ما قلنا ممكن نخليها سلسلة واحدة بس. ارجع اشتغل في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة كمان بقية الزاوية. واحد. كمان مرة. اتنين. طيب كده عملنا الزاوية بالنسبة لجهة اليسار. كده الفراغ رقم اتناشر عايزة بتشتغل بقى جهة اللي هو طبعا الجهة اليسار الجهة المقابلة للجهة اللي احنا اشتغلناها. هشتغل اول عمود في نفس الفراغ. يعني اول عمود من الاتناشر هشتغله في نفس الفراغ. كده واحد. هروح بقى للغرزة اللي بعدها. اتنين. طيب خيط البداية هحاول اجيبه معايا في الخلف هنا نشتغل عادي. بدخل في بقية طبعا حرف الفي للسلسلة. ومعايا كمان على الابرة زي ما احنا شايفينه الخيط اللي احنا بنخفيه خيط البداية. كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. كده انا عندي اتناشر على يمين وتناشر على يسار. وعندي الزاوية في المنتصف اللي هي الغرزة رقم اتناشر نفسها. اشتغلت فيها اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة. علشان تديني الشكل المقاوس زود وتبتدي تديني سلسلتين او لو احنا اشتغلناها سلسلة بيتديني ما كانت سلاسل عامة اين كان عددها بيتديني فراغ اشتغل فيه زاوية جديدة فوق. طيب احنا كان عندنا اه اتناشر سلسلة. طيب اصبح عندنا العدد كان بقى بقى معنا اتناشر وزودنا عليهم اتنين عمود بقى واربعتاشر عمود على يمين واربعتاشر عمود على اليسار. لما هاجي ارتفع للسطر اللي جاي سطر اللي جاي برضك فوق السلسلتين دول يعني بشتغل فوق كل عمود عمود زيه. وفوق السلسلتين بعمل زاوية جديدة بتكون مكوانة من اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. يعني نفس اللي بشتعله في المكان ده هو هو بيقرر في كل صدق لغاية ما باوصل للمأسة اللي انا محتاجة. بارتفع سلسلتين واحد اتنين وزي ما قولنا بنعتبرهم مجرد ارتفاع بلف شغل الناحية التانية. هلف الخيط على الابرة وبدخل في اول فراغ لاني انا سلسلتين دول مش باعتبرهم عدد. لو هرتفع تلت سلاسل وهاعتبرهم اول عمود مش هشتغل في اول فراغ وروح على طول مباشرة للفراغ التاني. اما اذا ارتفعت سلاسل واعتبرتيها بس مجرد ارتفاع هشتغل في اول فراغ. كده عندي واحد بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين طيب احنا ببنيجي نشتغل في السطر التاني او راوند التاني. بيكون عندي فراغ صغير زي ما احنا شايفينه ده اهو. لما بنزل من تحت منه بيكون عندي على الابرة ضلعين. ضلع الامامي والضلع الخلفي. اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقاتين. الف الخيط واخرج من حلقاتين. كده عندي واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. طيب. تحت كان اتناشر وزي ما قلنا اتنين في الزاوية يبقى تلاتاشر. اربعتاشر. اشتغل مع الاربعتاشر عمود. اربعتاشر عمود زيهم. طيب وصلت المكان السلسلتين. اتفقنا مع بعض المكان السلسلتين. هيكون فيه زاوية. فيها اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود بلفة. بمزل من تحت السلسلتين. كده واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. يبقى كده اصبح العدد معي ستاشر على يمين. وهيكون معي ستاشر على اليسار. سلسلتين. واحد اتنين. وارجعتين. اشتغل بقى اتنين عمود بلفة في نفس الفراغي عشان يكون بقيت الزاوية. واحد. اتنين. اصبح دول اتنين. وعندي تحت هنا اربعتاشر. هشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة زيه. يبقى كده واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وبكمل فوق كل عمود عمود زيه. لغاية ما بوصل لاخر آآ عمود موجود عندي. هرجع لكم نكمل مع بعض. خمستاشر. ستاشر. هتكون جاية بكربة مية لناخد بالنا منها. ونشتغل. اذا خلاص رقم اتنين. خلص. وكل السطور بتكون تكرار للسطر رقم اتنين هو هو. ما فيش فيه اي شغل زيادة. طيب. هنا المقاس عندي احنا اتفقنا مع بعض. من البداية احنا عارفين خلاص ان احنا حددنا مع بعض كل المقاسات الخاصة بالبراء او حمالة الصدر. وقلناها مع بعض قبل كده. وهو واردكم المقاسات دي هي طبعا مقاسات السادي او الحمالة الصدر. بالنسبة لكل المقاسات من اكس آآ من اكس اس آآ من اكس سمول لسمول لميديم للارج للارج وقلت طبعا في فيديو المقاسات ازاي نحدد مقاس اكس اكس وتلاتة اكس واقل من كده كمان. اللي يحب يصور المقاسات. دي المقاسات اللي احنا بنشتغل عليها. احنا بنشتغل النهاردة على مقاس سمول. اتفقنا مع بعض ان احنا هناخد عدد سلاسل البداية ستة ونص سنتيمتر. آآ وطلعوا معانا اتناشر سلسلة ولو بابرة اصغر بيطلع تلاتاشر سلسل يعني على حسب الابرة اللي بتستخدميها. هنا انا كنت محددة السلاسل على ابرة طبعا مختلفة وناخد مختلفة. آآ عندي هنا العرض لازم يكون تلاتاشر سنتي دي الحاجة السابتة. الاساسي يعني ستة ونص دي اساسية وسبتة. تلاتاشر سنتي سابتة. الارتفاع لازم يكون اربعتاشر سنتي. كل المقاسات بنمشيها بقى على حسب المقاس اللي معنا. المقاس اللي معي هنا سمول عشان اوصل ليه تلاتاشر سنتي في القاعدة اللي هي هنا دي من هنا لهنا. واربعتاشر سنتي من هنا لفوق. اخد معي كم سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يعني ستة مراحل بنشتغلهم بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر اللي فات. وهكرر معكم بارتفع واحد اتنين سلسلة وبالفي شغل الناحية التانية. هشتغل في اول فراغ لان السلسلتين ما بعتبرهمش ايه اي عدد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمساتاشر ستاشر. لما بيوصل للسلسلتين باشتغل اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. وارجع اشتغل على الستاشر عمود ستاشر عمود زيهم في النهاية السطر رقم تلاتة. هيكون عندي غرزة على اليمين وسلسلتين وتمنتاشر غرزة على اليسر. بكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما اوصل لست سطور وهرجع لكم نكمل مع بعض بقية طبعا البراء ونشوف شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وخلصت القطعة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب دايناك في البراء لما بنيجي نشغله مع بعض بنشغل البراء والقطعة دي بتكون بالطول كده. يعني بيكون دي القعدة وبيكون دقيق جزء العلوليها. لا النهاردة هنشتغل البراء بالعرض. يعني هخلي القطعة دي جاية بالعرض كده هيكون ارتفاع البراء في المكان دوت. والعرض هيكون هنا. طيب. بالشكل دوت انا بعد ما عملت القطعة اللي احنا عملناها مع بعض مفروض ان انا هبتدي بقى اشغل الجانب الخاص بالبراء علشان اقدر طبعا الف حوالين دوران الصد. طيب القطعة دي ببتدي بشوف بقى القطعة بتاعتي. اتجاهها فين بشوف وش الشغل وضهر الشغل. بالنسبة للقطعة اللي هنا دي هيكون الجزء اللي فوق فيها هنا اللي هو عند القبط. والجزء اللي تحت ايه بيكون هنا اللي هو طبعا بيكون تحت خالص هنا. آآ عند القفص الصدري. طيب. الجزء اللي تحت دوت انا ما بعملش فيه تناقص. بسيبه يعني سابت زي ما هو. برتفع وبشتغل فيه آآ عمدة بشكل طبيعي بدون اي آآ خصم اي عدد من الغرز. اما الجزء اللي فوق فاحنا لازم طبعا يكون جاي كده بميل شوية. وببتدي اختصر او اعمل تناقص فيه الغرز. طيب. آآ بنعمل التناقص ده على اساس ايه? هنشوف دلوقتي حزبة بسيطة جدا تعرفنا ازاي نقدر نعمل البراء لأي سن او اي مقاس. طيب. بالنسبة طبعا اللي مقاسنا النهاردة هو مقاس اسمول. في البداية ابتدينا بستة ونص سنتي. سنتيمتر ده عدد سلاسل البداية. وطلع معنا اتناشر سلسلة. لكن طبعا دوت بالنسبة للابرة والخيط وبالنسبة كمان لطريقتي في الشغل او شدة ايدي للخير. هتختلف من حد الحد. فاحنا اهم حاجة هنعتمد عليها اللي اعتمد على الله طبعا هنقول ستة ونص سنتيمتر. طيب. ارتفاع آآ عرض القطعة عرض القطعة بيكون تلاتاشر سنتيمتر. اما بالنسبة طبعا لطول القطعة اربعتاشر سنتيمتر. طيب. عندنا الاربعتاشر ده والتلاتاشر دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه ناخد منهم حاجة. بالنسبة بقى لدوران الصدر. بالكامل طبعا لمقاس سمول هيكون عندي اتنين وتمانين سنتيمتر. طيب الاتنين وتمانين سنتيمتر ده هو اللي بيلف حوالين دوران الصدر كل. في البداية همسك الاتنين وتمانين سنتيمتر دول. هقسمهم على اتنين. لاننا عندي جهة آآ يعني اتجاه هنا يمين وشمال. يبقى هنقسمه على جزئين. الاتنين وتمانين على الاتنين هيديني واحد واربعين سنتيمتر. ده بالنسبة طبعا لكل جهة من الجهات. الواحد واربعين هنشيل منها كام? هنشيل منها. اربعتاشر سنتي. اللي هما ايه يا رندل لاربعتاشر سنتي دول الطول اللي هو طول القطعة دوت. خلاص يا بنات اللي ايه من مقاس من هنا للكعدة هنا. اربعتاشر سنتي. طيب نقول هنا نخفض من الاربعة واحد بقوا احداشر نشيل منهم اربعة هيدينا سبعة. الاربعة دي بقى التلاتة لاننا اخبنا منها واحد آآ نشيل منها كمان واحد يبقى عندنا سبعة وعشرين سنتي. سبعة وعشرين سنتي دول هشيل منهم نقول مسلا نشيل منهم ايه? نشيل منهم اتنين سنتي او تلاتة سنتي. آآ نخليهم اتنين سنتي لان المفروض ان انا بشيل من الجهتين تلاتة سنتي. فهخليهم اتنين سنتي بقى انا كده بشيل من الجهتين اربعة سنتي. ليه بشيل الاربعة سنتي دول? علشان خاطر شغل الكروشي او تريكو او العمالة اليدوية بتمط معنا في الاستخدام فمش عايزيني المقاس ايه يبوز ويكون مش مزبوط. باننا بنشيل التلاتة سنتي دول او الاربعة سنتي دول المقاس عندنا بيكون مزبوط. طيب هنشيل اتنين سنتي من كل جانب يبقى عندي هنا خمسة وعشرين سنتي متر. من اربعة وعشرين لخمسة وعشرين تقدر تعملي بقية القطعة بتاعتي. يبقى كل جانب من الجوانب دي. احنا طبعا من هنا الهين اربعتاشر. الجزء المتبقي هنا هنقول مسلا من اربعة وعشرين سنتي او خمسة وعشرين سنتي. على حسب ايه الطول اللي انت هتشتغليه. احنا هنشتغل الخمسة وعشرين سنتي طبعا وهقول لكم هنعمل ايه? الخمسة وعشرين سنتي دول منهم سنتي بيكون سطر التأسيس اللي انا بعمل ببتدي بقى اشتغل على الجانب اللي هو يعتبر القاعدة بالنسبة للقطعة بتاعتي بشتغل عليه عمود بلفة فوق كل مكان. هنقول دلوقتي ايه طبعا طريقة الشغل ازاي? وبعد كده بقية احنا عندنا طبعا خمسة وعشرين سنتي اخدنا منهم سنتي بقى بقى لنا اربعة وعشرين سنتي. الاربعة وعشرين سنتي دول الطول الخاص بغرزة العمود بلفة سنتي متر. يعني عندنا اربعة وعشرين سطر. هقسمهم اتنين. اتناشر سطر هنعمل فيهم تناقص. اللي هو الجزء ده اللي نازل بميل ده. والاتناشر سطر البقيين هيكونوا عندنا بدون تناقص يعني بشتغل بقية الغرز الموجودة عندي ايا كان عددها لغاية ما بوصل لبقية المقاس عندي. يبقى احنا عارفنا دلوقتي ايه المقاس? احنا قلنا طبعا الخمسة وعشرين سنتي دول هنشيل منهم سنتي. اللي هو سطر التأسيس. يبقى اربعة وعشرين على اتنين. يبقى عندي كام اتناشر سنتي. يبقى عندي اتناشر سطر فيهم تناقص. اتناشر. سنتي. تناقص. واتناشر سنتي بدون تناقص. احنا كده بالنسبة طبعا لاي براء او حمالة صدر ان نقدر نعملها بالحزبة اللي احنا عملناها مع بعض دي. واتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم. دلوقتي هنبتدي بقى نشتغل القطعة. احنا زي ما اتفعنا مع بعض. القطعة بتاتي مش بيكون بالطولة. هنشتغل بالارض. طيب. كده هعدل انا عندي هنا ده وش الشغل. ظهر الشغل من جوا. بقى. محتاجة ان انا اعمل ايه بقى? هبتدي ارتفع. هوصل الشغل بتاعي من هنا. ليه? لاني عايزة اعمل هنا تناقص. في الجزء اللي فوق. الجزئية اللي فوق بنعمل فيها تناقص. الجزئية اللي تحت دي لها بتكون تحت هنا عند الدلوع. ما بعملش فيها تناقص. عكس هنا. يعني هنا بردك بصوا. يعني بشوف الجزئية بتاعتي فين. اما انا لو قلبس شغل كده هبص الاقي ايه? آآ المكان اللي فيه تناقص بقى عكس المكان اللي المفروض نعمل فيه ايه? اللي هو آآ سبات. طيب. دلوقتي هنيجي بقى نوصل الخيط. بسم الله يا رحمن الرحيم. هجيب الكطع. هبتدي اشتغل هنا. انا هنا اعتبر على ايه? ظهر الشغل. هوصل هنا في البداية. احنا هنا طبعا بنشتغل على عرض الاعمدة. بلف الخيط. حلقة اعلى لهوا كاني بعمل عقدة بداية. بدخل. ولف الخيط واخرج منها. وفي العقدة بداية بالفعل. واسحب بقى العقدة دي او الحلقة دي. من داخل الشغل بالشكل ده. لو عندي بقايا خيط. بجيبها كلها معي. في ضهر الشغل. عشان هبتدي اشتغل عليها. طيب. في نفس المكان اللي انا وقف فيه هارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهعتبرها اول عمود بلفة في نفس الفراغ اللي نوقف عنده. المفروض ان انا عندي العمود بلفة بيكون بمثابة تلاتة سلسلة. لكن انا هعتبر اتنين وهاشتغل فوق كل عمود بلفة جاي معايا بالعرض مرتين. اشتغلت مرة في قمة العمود هشتغل مرة على جسم العمود نفسه. عمود بلفة. هارجع تاني. هشوف فوق العمود اللي بعده. هنا رأس العمود نفسها في الفراغ الصغير ده هدخل وهشتغل عمود. وجسم العمود نفسه بالعرض هشتغل فوقيه ايه? عمود بلفة. وهكزا. هشتغل في رأس العمود غرزة. ما عندنا رأس العمود اهو. وجسم العمود نفسه غرزة. يعني بشتغل على كل عمود بلفة مرتين. احنا كده اشتغلنا على واحد اتنين تلاتة. وده العمود رقم اربعة. ده واحد. اتنين. العمود رقم خمسة. واحد. اتنين. اللي بعده. واحد. اتنين. لغاية ما بوصل الى نهاية القطع. رجعت لكم تانية كده وصلت خلاص لنهاية السطر لما بيجي قعدل بقى الشغل على وشه كده. طب المكان ده هنشبكو بخطوة ابرة بس ايه لما خلص القطع باتنا. انا هنا وصلت للمكان اللي فوق اللي المفروض بعمل فيه ايه تناقص. انا عايز اعمل الجهة دي. زي الجهة دي بالزبط. طيب. بنعمل التناقص بتاعنا ازاي? ودايما هيكون التناقص في المكان اللي فوق دوت. يعني المكان اللي هتعملي فيه تناقص هيفضل فيه تناقص لغاية ما توصلي لنص المقاسي طبعا اللي احنا ايه بنكون واغدينه. اما الجهة اللي تحت دي بتكون كلها زي ما احنا شايفين. خط ثابت. ما فيهاش اي تناقص. التناقص بس بيكون في الجهة العلوية من البراب. طيب. ازاي بنعمل التناقص? بارتفع. بسم الله واحد اتنين تلاتة. هلف لشغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص مش هشتغل فيه. هعتبر ان انا اشتغلت التلات سلاسل دول. ممكن تشتغلوهم سلسلتين بس. هروف لتاني فراغ واشتغل عمود بلفه. بالشكل دوت انا جمعت الاتنين مع بعض بشكل التمانية. يبقى احنا هنا اشتغلنا الاتنين مع بعض وهيكونوا الاتنين ليهم ايه? رأس آآ حرف فيه واحد بس يعني كأنها غرزة واحدة بس. وبكمل بقى عمود بلفة فوق كل عمود بلفة يا قابلني. يعني اول اتنين باعتبارهم واحد وبعد كده ببتزي اعد بقية العدد بتاعي. عمود فوق كل عمود لغاية ما بوصل للنهاية. عمود فوق كل عمود طب بشكل طبيعي لغاية ما بوصل لاخر عمود هكامل وارجع لكم. كده بكون وصلت لاخر غرزة. انا اشتغلت ايه الغرزة دي. اخر غرزة ما ننسهاش لان هي هتكون سلاسل ارتفاع. فبعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة ببتزي اشتغل اخر عمود بلفة موجود عندي. طيب. دي الجهة اللي المفروض هتكون من تحت يعني ما فيهاشنا نقصية يعني هرتفع. واحد اتنين تلاتة. هلف الشغل الناحية التانية. هروح اشتغل في تاني فراغ على طول. وبشتغل عمود فوق كل عمود. لغاية ما بوصل ايه? لاخر اتنين عمود بلفة موجودين عندي. انا هشتغل عمود 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 عمود. لغاية ما اوصل ليه اخر عمودين عندي. طيب اخر عمودين انا عندي ده عمود كده والاتنين دول هيكونوا مع بعض الفراغ واحد من فوق. صح يا بنات? بالشكل دة. يبقى انا هيوصل لغاية ما اوصل العمود ده. وبعد كده اخر اتنين هشغله Aubrod وبالشكل ده بيكون بعمل ايه التناقص اللي احنا طبعا ايه قصدين? بشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما باوصل لنهاية السطر بس اخر عمودين هنشتغلهم مع بعض. بنكمل مع بعض. لغاية ما اوصل لاخر فراغين مش هنشتغلهم لوحدهم كل واحد فيهم بيكون ايه مع التاني. ده عندي الفراغ الاخير اهو اللي فيه العمودين اللي مع بعض والفراغ اللي قبله. يعني مفروض انا اشتغل الغرزة فوق الغرزة اللي جاية. طيب. الغرزتين اللي جايين فيهم طناقص. بعمل ايه بنات بيكون عندي على الابرة حلقة? بلف الخيط على الابرة بيكون معي كده حلقتين. هدخل الفراغ الاول. الف الخيط واصحب واخرج معي على الابرة تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. وهخلي الاخيرة معي على الابرة. هرجع تاني هلف الخيط وادخل اخر فراغ. الفراغ اللي بيجمع لي العمودين اللي مع بعض. الف الخيط واسحب واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة. كده بيكون معي تلات حلقات. الحلقة الاساسية والحلقتين بتوع العمودين اللي عملنا فيهم تناقص هلف الخيط واخرج منهم هم التالك. اصبح ان احنا كده بردك اشتغلنا اخر اتنين مع بعض. ودي الجهة اللي انا بعمل فيها تناقص وبفضل كده لغاية ما بخلص عدد السطور او آآ السنتيمتر طبعا اللي انا محددات. بالنسبة لقطعتنا هنا او المقاس اللي احنا شغالين عليه. احنا طبعا السطر التأسيس ده صمتي. وشلناه طبعا لما جينا نحسب وهيعرفنا دلوقتي هو ايه الصمتي اللي احنا شلناه. آآ بقى معي اربعة وعشرين صمتي. اسمتهم اتناشر صمتي. هنعمل فيهم تناقص يعني اتناشر سطر. واتناشر سطر كمان ما بنعملش فيهم تناقص يعني بشتغل فيهم غرزة فوق كل غرزة بشكل سابق بدون تناقص. طيب احنا عملنا كده سطرين تناقص. ده سطر التأسيس مش هحسبه معي. لان احنا خاصمينه اساسا. عملنا كده سطرين تناقص ده السطر رقم تلاتة في التناقص. وبنفضل بقى نحسب احنا محتاجين اتناشر سطر يبقى ده رقم تلاتة. بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وبلف شغلي من ناحية التانية. اول فراغ ما بشتغلشه في ايه. بروح لتاني فراغ على طول. ايه. في ناس هتقول لي يا رندا طب ما انت بتشتغل من الجهة التانية برضك من هنا بتشتغل تلات سلاسل وتروح تشتغل ايه في تاني فراغ على طول. طيب ايه الفرق بين هنا وهنا? الفرق بين هنا وهنا ان انا لما باجي اشتغل السطر زي السطر اللي فات بالزبط باخد اخر غرزتين مع بعض يعني تالت سلسلة انا بباشتغلش فيها. انا باخد حرف للغرزتين المجموعين مع بعض. اما هنا لما باجي بوصل للغرزة الاخيرة باشتغل في تالت سلسلة الارتفاع بالاضافة طبعا للغرزة اللي قبلها بكون شغلة. عشان كده بيبقى بيكون معانا في شكل فرق. بشتغل على كل غرزة. لغاية طبعا ما بوصل الى النهاية لاخر غرزة موجودة عندي. كده وصلت لاخر السطر عندي اخر غرزتين اهون. آآ طبعا في الجهة اللي بنعمل فيها تناقص باعتبر دي غرزة واحدة. يعني دي ودي غرزة واحدة. ما باشتغلش على التلات سلاسة. اما في الجهة اللي ما بعملش فيها تناقص فبعتبر حرف غرزة. والغرزة التانية بتكون في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين فرقم تلاتة ببتدي ادخل واشغل اخر عمود بلفة موجودة عندي. وده الفرق طبعا اللي بيكون مختلف عن الجهة اللي فيها تناقص. لو بصينا للجهة دي هنبصت لقيها ايه سبتة زي ما هي. لو بصينا للجهة دي هنبصت لقيها خلاص بدأت تعمل تناقص وتقل معي. بكمل بقى بالطريقة دي بارتفع واحد. اتنين تلاتة. وهنا طبعا جهة السبات مفيش تناقص. هروح للغرزة اللي بعدها. لاني باعتبر اول تلات سلاسل غرزة عندي يبقى دي رقم اتنين وبكمل فوق كل غرزة غرزة. لغاية ايه يا رمضة? لغاية ماوصل لاخر غرزتين. الغرزتين اللي اخرانين اهم. دي اخر غرزة. الغرزة الاخيرة دي اهي لو خدنا بالنا منها هتلاقوها جمعة غرزتين من تحت. بس بحرف في واحد من فوق. باخد اللي قبلها. الاتنين بيكون عندي فيهم تناقص. هكمل لغاية ماوصل لاخر غرزتين وارجع لكم. كده خلاص وصلت لنهاية السطر وبقى عندي اخر غرزتين. هشتغلهم مع بعض. بالف الخيط بدخل الغرزة الاولى. اللي فيها تناقص. اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين. وخلي الحلقة الاخيرة. الف الخيط وفي اخر غرزة اللي هي تجمع الغرزتين مع بعض بدخل. فوق حرف الفي ما بشتغلش على التلت سلاسل نهائي. الف الخيط وادخل. الف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقت الحلقة الاخيرة هخليها معايا كده بقى معي تلت حلقات. الف الخيط واخرج من التلتة. يبقى انا كده عملت ايه السطر رقم اربعة في التناقص. احنا كده طبعا سطر التأسيس ما ليش علاقة بكده واحد اتنين تلاتة اربعة. اللي جاي رقم خمسة. بقرر بقى بنفس الطريقة رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لما باجي للجهة طبعا اللي ما فياش تناقص باشتغلها عادي بدون تناقص. لما باجي في الجهة اللي فيها تناقص يعني وانا راجعة بالشكل ده اعطيب النفسي كده راجعة. بعمل تناقص في اخر غرزتين ولما بطلع للسطر اللي بعده بجمع الغرزتين الاولانيين مع بعض. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اكمل احنا كده عملنا مع بعض اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. هكمل اتناشر سطر بنفس الطريقة فيهم تناقص. لغاية ما اوصل طبعا لنص الكمية اللي انا محتاجها وبعد كده هرجع لكم ونشتغل ايه? اتناشر سطر كمان بدون تناقص هيكون معايا. عدد الغرز مش هحسبها معاكم. لان في كل مقاس او في كل طبعا آآ حد فيكم بيمسك الخيط بيد آآ بطريقة معينة. هيطلع معاك عدد غير العدد اللي انا هقوله. فامشا نمشيها بالاعداد هنمشيها دايما بالسنتيمتر. بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة بلفي شغل الناحية التانية. هسيب اول فراغ واروح لتاني فراغة بتدي اشتغل. باشتغل بقى غراز عمود بلف لغاية ما اوصل للنهاية حتى تالت سلسلة ارتفع باشتغل فوقيها عمود. وبعد كده ارتفع تلات سلاسل واروح لتاني فراغ اشتغل عمود لغاية ما اوصل لاخر عمودين هنا باخدهم اتنين مع بعض. وبقرر دوت لغاية ما اخلص الاتناشر سطر او اتناشر هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبعد اتناشر سطر عملنا فيهم تناقص زي ما احنا شايفين. كانت البداية بتاعتنا هنا. ابتدينا نعمل تناقص بقى عندنا الزوية دي زي ما احنا شايفين. ومن تحت سبتين ما فيش اي تناقص. دي طبعا الجهة المقابلة للجهة دي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. بيكون ده شكتها وليسه طبعا هايه هنشبك الجزئية دي مع بعض ونبتدي نشتغل من تحت ومن فوق. طيب المرحلة اللي جاية مرحلة سهلة جدا بكمل بقى كمان اتناشر سطر اللي هما الجزء التاني من القطعة دي وبيكونوا الاتناشر السطر سبتين بدون تناقص ولا تزايد يعني بنفس العدد اللي احنا بنكون مسلمة. انا هنا وصلت الاتناشر غرزة بارتفع بسم الله واحد. اتنين. تلاتة. بلدت شغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فيه هروح لتاني فراغ. يعني هسيب اول فراغ لان اشتغلت في تلات سبسة. لو روح لتاني فراغ وبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. زي ما احنا شايفين ده اخر فراغ طيب الفراغ الاخير رقم اتناشر في ن بيكون في تالت سلسلة ارتفاع من تحت واحد اتنين رقم تلاتة بدخل اشغل فوقها غرزة. بقى احنا كده ما نخلناش في الغرزة نفسها. باخد ضلعين من السلسلة الاخيرة. اللي هي واحد اتنين رقم تلاتة باخد ضلعين منها وبعمل العمود الاخير. تاني بكرر واحد اتنين تلاتة وبلف شغلي تاني ناحية التانية وفوق كل عمود بشتغل عمود. لما فيهم سلاسل الارتفاع التلاتة فوق تالت سلسلة بشتغل عمود. بكرر انا كده اشتغلت معكم سطر والسطر التاني هشتغله. وبعد كده هكمل لغاية ما اوصل اتناشر سطر ويكون وصلت النفس الارتفاع. طبعا اللي احنا محددينه. وعرفنا حددنا المقاسات مع بعض على اي اساس ونقدر نشتغل بنفس الطريقة لاي مقاس او فئة عمري. هكامل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص كملت اتناشر سطر طيب. يا رندا لو مش عاوزين ينقص التلاتة سنتي او الاربعة سنتي اللي انت نقصتيه ممكن تزودهم تاني في نهاية السطور دي. يعني لو احنا شلنا مسلا سطرين هتزاودي سطرين على النهاية وتوصلي لنفس المقاس بردك اللي كان محدد. لكن زي ما قلت لكم شغل او شغل الكروشي بيمط مع الاستخدام فعشان كده بنقص التلاتة او الاربعة سنتي. لكن اللي مش حابب ينقص هيزودهم تاني في نهاية الشغل. طيب في المرحلة دي نبتدي بقى ايه نقفل من تحت ومن فوق بس قبل ما نقفل لازم بقى نشبك الجهتين الجهتين دول مع بعض. زي ما احنا شايفين بالشكل ده بجيب الزاويتين اللي في المنتصف. بس هدخل ايه من جوه الاول عشان بس الخياطة ما تبانش. بعد كده هبتدي اشبك المنطقة اللي في المنتصف مع بعضها. ايه مش حاجة يعني كده كده هتتشبك معنا في الشغل. بس عشان فاطر ايه تبقى كل حاجة ايه تمام? ما يكونش في مشكلة وما فيش حاجة ايه بتفلت معنا. طيب الشكل ده كده خلاص احنا ضمينا الجزئين مع بعض. ولو جينا شوفنا خلاص النقطقة دي كمان اهي. زي ما احنا شايفين. كده خلاص مش فضل انا ده نغل ان احنا نعمل منطقة اقل تحت والمنطقة اللي فوق اللي ايه بتتحل بتتعلق حول ايه الرقبة. طيب هنبتدي من الجزئين لتحت دلوقتي احنا بما اننا عند القعدة فهنبتدي من الجزئين لتحت. طيب يا رندا لو احنا مش وقفين عند القعدة امشي بمنزلقة. يعني لو انا الخيط بتاعي هنا وعايز اشتغل تحت امشي بمنزلقة لغاية نتوصلي لنهاية الصدر. وبتدي اشتغلي زي ما انا اشتغل مع بعض دلوقتي. هرتفع سلسلة واحدة بس. انا طبيعي رادي لما بخلص الشغل بارتفع سلسلة دي بس هشوف فعلا ان كنت مرتفعها عشان خاطر ايه الشغل ما يفكش مني. هرتفع سلسلة ارتفع غرزة الحشو. وبشتغل على كل غرزة زي ما احنا شايفين غرزتين من الحشو. هشتغل فوق المكان الاول دوت. حشو طيب الحشو باشتغلها زي بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل الفراغ اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرغ من الاتنين. كمان غرزة. حشو. هروح للفراغ الجزء اللي هو بعده ده زي شايفينه. رأس العمود. هشتغل غرزة حشو. وفوق العمود نفسه بشتغل غرزتين واحد. او ممكن تشتغلوها غرزة واحدة زي ما انتو حابين. يعني زي ما انتو عاوزين تعملوا العدد. بالشكل ده اهو. واحد غرزة فوق العمود. وغرزة في رأس العمود. انا مش حابة زود الغرز عشان خاطر ايه المقاس ما يوسعش معاك. لكن ممكن تشتغل لغاية غرزتين داخل العمود نفسه. غرزة فوق جسم العمود وغرزة فوق رأس العمود نفسها. اللي هي زي ما احنا شايفينها الجزء ده. لغاية ما بوصل طبعا ايه للمكان اللي هو بداية الحمالة اللي هي دي. كده خلاص خلصت الجزئية دي كلها زي ما احنا شايفين. طيب وسلنا الجزئية خلاص اللي هي المفروض الجزئية الاولانية اللي اشتغلناها مع بعض. الحمالة نفسها. طيب قبلها لسه عندي هنا عمود. حشوه في رأس المكان دوت في كمة العمود. بشتغل ايه? غرزة حشو. طيب. هنا هيقابلني غرز آآ اعمدة عادية زي ما احنا شايفين حرف فيه بشكل طبيعي. هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. طيب هنا كنت باشتغل اتنين اه باشتغل واحدة في رأس العمود واحدة على جسم العمود لان العمود بطوله بيكون بمسابة تلت سلاسل. اما في المنطقة دي باشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني من الاعمدة اللي كانت تحت. طيب لغاية ما اوصل لغاية فين? لغاية ما اوصل للمكان دوت. هشتغل في الزاوية هنا غرزة وهشتغل في المكان اللي في المنتصف ده غرزة وهشتغل في الزاوية هنا غرزة. كده بكون وصلت للمكان اللي فيه الزاوية زي ما احنا شايفين هشتغل فوق الزاوية هنا غرزة حشو. وفوق المكان اللي احنا شبكنا فيه هنا اهو ده غرزة حشو. وفوق الزاوية التانية كمان غرزة حشو. زي ما احنا شايفين وبتجي بقى اشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها. لغاية ما اوصل للمكان دوت ولما اوصل للمكان ده بشتغل فوق كل العمود بلفة بالعرض كده بشتغل مرتين بغرزة الحشو. لغاية ما بوصل لنهاية الراوند هكامل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلص السطر كله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. والسطر الجديد عملت تحديد في مكانين زي ما احنا شايفين. طيب الاماكن دي بعمل التحديد وبحط المركر او العلامة بتاعتي في المكان ده ليه يا رنضة? هقول لكم ليه? لان احنا لما نيجي بالوقتي اه لو هنيجي نفرض القطع دي كده. هنلاقي الطول دوت في المنطقة دي. الطول عندي مش هيكون نفس الطول الموجودة عند الجزء ده. يعني الجزء ده في مسافة جاي هنا طبعا في مسافة اقصر من المكان ده. اقدر احدد واعمل الاطوال طبعا بالغرز اللي احنا هنشتغلها دلوقت ازاي? او من عند فين بالزبط? شايفين? عندنا هنا? شايفين الزاوية? اول غرزة عندي هنا قبل الزاوية. فاكرين اول غرزة اللي هي رقم اتناشر. الغرزة رقم اتناشر في الجزء الاولاني خلص اول سطر. باجي عند اول غرزة واحط المركر ايه بتاع. وبردك هنا عند اول غرزة وابتدي احط ايه المركر بتاع. هنكمل بقى دلوقتي. السطر اللي جاي بنشتغله ازاي? باشتغل عمود بلفة. سلسلتين عمود بلفة. وهنوصل للمكان طبعا اللي هو في المقاسات اللي هي مختلفة شوية. هقول لكم هنشتغل بيه. طيب عشان ابتدي بداية السطر عندي بعمود بلفة وبعد منه سلسلتين ما تنسوش ان احنا دايما لما بنتدي بنتدي بسلاسل. ازا ارتفاع العمود بلفة هيكون تلت سلاسل وسلسلتين يبقوا خمسة. واحد اتنين تلاتة وده كده عمود اربعة خمسة وبعتبره ايه المسافة اللي احنا هناخدها. طيب اشتغلنا فوق اول فراغ وهسيب بعد منه فراغين. واحد اتنين وهو روح لرقم تلاتة واشتغل عمود بلفة واحد. طيب يا رندا انت اشتغلتي ست تلت فراغات كده الاولاني والتاني والتالت ليه? لاني اول فراغ اشتغلت فقيل خمس سلاسل وبنعتبر التلت سلاسل الاولى هي اول عمود بلفة موجودة عندي في الفراغ الاول فمش اشتغل فقيل تاني. سلسلتين. واحد اتنين. الف الخيطة على الابرة وبسيب من تحت زي سلسلتين فراغين واحد اتنين وروح لرقم تلاتة واشتغل عمود بلفة. سلسلتين واحد اتنين. نلف الخيطة على الابرة بسيب واحد اتنين وروح اشتغل عمود بلفة واحد. وهكزا بفضل اشتغل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل للعلامة او المركر اللي انا حطه. لو ما عندي كيش المشابك دي بتربطي فتلة بلون مختلف. كده بكون وصلت للمكان اللي قبل المركر بسلسلتين. طيب انا اشتغلت هنا اخر عمود هاخد سلسلتين واحد اتنين. وهروح بقى انا عندي هنا بداية المركر عندي يعني المفروض المنطقة دي اللي هبتدي اشتغل فيها اطوال مختلفة يعني ايه يا رندا? يعني بشتغل باطوال الغرز. احنا عندنا اقصر غرزة في الكرشي هي غرزة الحشو بعد كده يليها غرزة من نصف عمود بعد كده عمود بلفة واحدة عمود باتنين لفة عمود بتلاتة لفة اربعة لفة خمسة لفة ستة لفة لغاية ايه عدد مالة نهية من اللفات تقدري تشتغلي في اه اي مكان طبعا تقدري توزني الارتفاع بتاع المكان اللي انت هتشتغل فيه. طيب هشيل المركر او مش لازم حتى اشيله لاني محتاجي لسه في السطور اللي جاي. هلف بقى الخيط مرتين واحدة انا هشتغل عمود باتنين لفة ازاي باشتغله بيكون عندي على الابرة حلقة بلف مرة اتنين احنا في العمود بلفة واحدة بلف مرة واحدة لكن بلفتين لفيت مرتين بالاضافة للحلقة الاساسية بقى عندي تلات حلقة. هدخل الفراغ اللي فيه المركر. الف الخيط واخرج بقى معايا كم حلقة على الايه? برواحد اتنين تلاتة اربعة. هلف الخيط واخرج من حلقتين. بتبقى مايى تلاتة? بلف الخيط واخرج من حلقتين. بتبقى معايا اتنين بلف الخيط وباخرج منهم. هتبصوا تلاقوا زي ما احنا شايفين ان طول الغرزة اطول من الغرزة التانية. لكن لما هنيجي نفرد الشغل هنبص نلاقي ان طول الغرزة معايا بصو. اهو. انا مشي كده. لو تاخدوا بالكم. اه صحيح طول الغرزة اطول من التانية. لكن مخلي الشغل معي ماشي في اتجاه واحد. يعني خط واحد مستقيم. مش جاي بقى بميت كده ماشي مع الجزئية دي. لأ. طيب. احنا لسه محتاجين طبعا نكبر. طول الغرزة. هاشتغل سلسلتين واحد اتنين. اخر مرة اشتغلت بعمود باتنين لفة. والمكان اللي ابعد هتبصت لقول انه هو اقصر في الجهة دي. يعني جاي باا دايق للجهة دي. هنشتغل المرة دي بقى عمود بتلاتة لفة. واحد اتنين تلاتة بقى عندي على الابرة اربعة حلقات. التلاتة لفات والحلقة الاساسية. اعد من تحت واحد اتنين. واروح للفراغ اللي هشتغل فيه. ادخل اسحب الخيط واخرج معي على الابرة خمس حلقات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هلف الخيط وبخرج من حلقتين. بتبقوا اربعة هلف الخيط واخرج من حلقتين. بقوا تلاتة هلف الخيط واخرج من حلقتين. بتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه. طيب ما زلنا مستمرين سلسلتين مسافة وهي دي ثابت عندي واحد اتنين الفراغ اللي جاي هلف الخيط بقى كم مرة احنا هنسيب فراغين من تحت تحت السلسلتين ده طبيعي وثابت عندي. هروح الفراغ اللي بعده الفراغ اللي بعده هيكون في الطول برضك منخفض عن اللي قبل منه يعني انا اخر حاجة اشتغلتها كالتلاتة لفة هيبقى هلفة اربعة لفة واحد اتنين تلاتة اربعة بسيب فراغين وبروح للتالت بشتغل. عندي كم حلقة على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهدخل الاف الخيط وهخرج بقى ستة. بقى واحد الحلقة الاساسية وواحد اتنين تلاتة اربعة لفات ودخلت ولفيت وخرجت بقى معيها ست لفات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط واخرج من حلقتين. الاف الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط واخرج من حلقتين. الفرق ما بين كل عمود مختلف عن التاني في الطول هي بس عدد اللفات او عدد الحلقات اللي بتكون عندي على الابرة لكن الطريقة واحدة. فالعمود بلفة بلف الخيط واخرج من حلقتين بيبقى الاتنين بلف الخيط واخرج منهم. عمود بتنين لفة بلف الخيط ونخرج من حلقتين. بلف الخيط ونخرج من حلقتين. تالت مرة بلف الخيط واخرج من الحلقتين المتباقيين. اربعة لفة وهكزا خمسة لفة وستة لفة بفضل يلف الخيط واخرج من حلقتين 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 لغاية مخلص العمود اللي معي. طيب العمود ده اربعة لفة. سلسلتين واحد اتنين. المرات دي بقي يبقى خمسة لفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عدد اللفات بيبقى بعين على عمود نفسه يا بنات. شايفينها? اهي. واحد لفة اتنين تلاتة اربعة. عشان كده بتسميهم بالعدد ده. بسيب فراغين واروح للفراغ اللي بعده. ادخل اصحب الخيط واخرج. الف خيط بخرج من حلقتين. 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 نلف ونخرج من حلقتين. نحن نلف ونخرج من حلقتين. نلف ونخرج من حلقتين. لغاية ما بيخلص العمود معي. واحد اتنين سلسلة. المرة الجاية خلاص هيكون عندي عمود بستة لفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هسيب فراغين وروح اشتغل عمود بستة لفة. خلاص الفرق بس بيكون في عدد اللفات اللي بلفها. لكن طريقة الخروج واحدة بلف واخرج من حلقتين 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 لغاية نهاية العمود. طيب عندي هنا دلوقتي واحد اتنين وهبص لقي نفسي انا في واحدة هنا طبعا في النص بس مش هينفع عددها لاني عايز اشتغل على طول في الغرزل في المنتصف دي. الغرزل في المنتصف احنا هنا اخر حاجة عملناها كام ستة لفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. ايو ستة لفة. يبقى العمود اللي في المنتصف ده هشتغل فيه عمود بسبعة لفة. سلسلتين واحد اتنين ولف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وممكن على فكرة تخلوه هو هو بستة لفة زي ما انتم حابين بس انا شايف بردك ان المنطقة دي هي اكتر منطقة في المنخفضة فبشتغل فيها عمود بسبع لفة. كان معتات بلف الخيط واخرج من حلقتين 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 لغاية ما اخلص العمود خالص. دايب كده خلاص خلصنا المنتصف. تعالوا بقى لما نفرد القطعة بتاعتنا. بصوا يا بنات. اعمل. اظن دلوقتي الفكرة اللي انا اصدها خلاص واضحة. اني بفضل اشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لفين? للمنطقة اللي هي في المنتصف اول عمود اللي هو العمود بالنسبة لي اللي ببتدي اعمل فيه الاطوال دي العمود الاخير من اول سطر اشتغلته اللي هو رقم اتناشر العمود رقم اتناشر. بنسبة لكم ايا كان بقى عدده هو اول عمود بتشتغليه في الزاوية المفروض ان في الزاوية باشتغل تلاتة عمود. عمود بيكون الجهة دي وعمود الجهة دي والزاوية عمودين سلسلتين عمودين. خلاص? بكمل بقى في الجهة المقابلة بنفس الطريقة. ده كان عمود بسبع لفة اللي بعد منه هيكون ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين. وبعد كده كل السطر كله باشتغله عمود بلفة واحدة سلسلتين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تانية زي ما احنا شايفين الشكل خلاص ابتدى يبان وقد ايه جميل الموديل ومميز وسهل وبسيط في نفس الوقت. ايه بس محتاجة ان احنا ناخد بالنا من الفكرة بتاعته وناخد بالنا من المقاسات والاعداد والاطوار. طيب السطر اللي جاي انا كده خلاص وصلت لنهاية الراوند. اخر حاجة اشتغلتها عمود سلسلتين عمود. طيب. بالنسبة للاعداد يا بنادي. انا افرده مسلا ان انا وصلت للنهاية لقيت ان انا عندي مسلا سبت سلسلتين وفي سلسلتين يعني مسلا عندي سلسلتين بقيم في نهاية الصدر. هل يا ترى ده مشكلة? لا مش مشكلة ولا حاجة. اه طالما انا خلاص في نهاية الراوند هسيب السلسلتين وهسيب كمان السلسلة اللي هي عم نالي الفرق ده. واشتغل بعد منها على طول العمود الاخير. سلسلة والف شغل الناحية. التانية السطر اللي جاي كله بيكون بغرز الحشو. فوق غرزة العمود بدخل واشتغل غرزة حشو. فوق السلسلتين بشتغل اتنين حشو كده واحد. اتنين. فوق العمود بشتغل واحدة حشو. السلسلتين واحد اتنين بشتغل فوقيهم اتنين حشو. واحد اتنين. وهكزا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بوصل للجهة التانية سلسلتين آآ بشتغل عليهم اتنين حشو. الغرزة اللي بيكون عمود بشتغل عليها حشو واحد. رجعت لكم تاني. في بداية السطر الجديد بنكرر نفس اللي عملناه في سطر اللي فات مع بعض الاختلافات في المنطقة دي. بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واتفقنا مع بعض بداية السطر اللي فات كانوا خمسة ليه كانوا تلاتة منهم العمود بلفه وسلسلتين مسافة. خلف الخيط على الابرة. اول فراغ طبعا بنسيبه. وبسيب فراغين بعد منهم. ده اول فراغ واحد اتنين. ده رقم تلاتة اللي بعده بشتغل فيه عمود بلفة. زي ما احنا شايفين عشان نكون الشكل ده. واحد اتنين سلسلة بلف الخيط على الابرة وبسيب واحد اتنين ورقم تلاتة اللي هو هو فوق العمود يا بنات. بشتغل عمود بلفة. بكمل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية بردك ما بوصل الى مكان الماركر. كده بكون وصلت المكان الماركر هو هو. اللي هو العمود اللي جاي ده على طول. اخدت سلسلتين. طيب تحت ده كان عمود بلفتين هشتغل فوقي عمود بلفة واحدة. عايزين يشوف حاجة بقى. من عند الماركر انا عايز العمود اللي في المنتصف ده. اهو. العمود ده هشتغل فوقي عمود بتلات لفات. والعمودين اللي قبل منه عمودين باتنين لفة. وبقية الاعمدة هتكون عمود بلفة واحدة بس. وهتقرروا نفس النزام دوت مع اي مقاس او حجم طبعا انتو عامدينه. اني بشتغل على عمود اللي في المنتصف عمود بتلاتة لفة. والعمودين اللي قبل منهم بس عمودين باتنين لفة. يعني انا هسيب ده وده وده. يعني كده فضل لي ان انا اشتغل عمود بلفة عمود بلفة. واحد اتنين. وبروح اشتغل عمود بلفة واحدة. واحد اتنين سلسلة. وهنروح كمان نسيب الفراغين دول ونروح نشتغل عمود بلفة واحدة. كده فضل لي ايه? فضل لي التلات اعمدة ايه اللي في المنتصف. فضل لي واحد اتنين والعمود اللي في المنتصف. وبنفس الطريقة برضك هنا هيكون عمودين باتنين لفة وبعد كده هشتغل كله عمود بلفة واحدة. طيب بما ان انا هنشتغل عمود باتنين لفة بس قبل وناخد سلسلتين واحد اتنين. بعد كده واحد اتنين لفة. وهروح اشتغل عمود باتنين لفة. دي بعمل كده عشان نكمل مع بعض ايه? زبطة الطول بالزبط بتاع المكان ده. واحد اتنين سلسلة. وكمان عمود باتنين لفة. واحد اتنين. فوق العمود اللي تحت اهو. واحد اتنين سلسلة وهنبص اللي عندنا العمود اللي في المنتصف اللي كان بسبع لفة هيكون فوق واحد اتنين تلاتة لفة بس. بس ايه بفراغين. وبرو هشتغل فوق الفراغ اللي فوق العمود على طول عمود بتلاتة لفة. سلسلتين واحد اتنين. ونرجع تاني اتنين لفة اتنين لفة عمود بلفة واحدة لغاية ما وصل الى نهاية بنفس الطريقة بص فوق. لما نيجي بقى خلاص بقى نفرد كده. بتيجي تزبوتي بالشكل ده بصي. المنطقة دي ما فيهاش ايه اي خلل خلاص. ماشية كلها خط واحد. وده طبعا اللي احنا كنا قصدينه في المنطقة دي. طيب بالشكل دوت هكمل الراوند كله لغاية النهاية وارجع لكم وبنعمل في النهاية خالص بقى سطرين من غرزة الحشو. السطر اللي جاي بيكون غرز حشو وفوقي كمان سطر بغرز الحشو. لكن هكمل لنهاية السطرة وارجع لكم بدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد ما خلصت العمود ده اخد سلسلتين وبروح بسيب فراغينه في اخر فراغ بدخل وبشغل عمود بلفة واحد. طيب السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بشغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبشتغل فوق كل غرزة من الغرز لتقابيني غرزة حشو. السطر ده بشتغل فوق العمود حشو وفوق سلسلتين اتنين حشو. والسطر اللي بعده بتكون فوق كله غرزة حشو غرزة حشو زيها. لغاية ما بوصل لنهاية السطر طبعا هنا بشتغل فوق العمود حشو فوق سلسلتين اتنين حشو وهكزا حشو اتنين حشو حشو اتنين حشو في نهاية السطر ببرتفع سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة حشو حشو تانية يكون عندي سطرين من غرز الحشو هكمل السطرين وارجع لكم نكمل الجزء العلوي من البرامة رجعت لكم تانية وكده خلصنا السطرين زي ما احنا شايفين بغرزة الحشو خلصنا خلاص الجزئية دي وقصيتي الخيط وعملت كمان مجموعة سلاسل في المكان ده. ببتدي منين? تفاكرين السطر احنا بعد ما خلصنا القطعة دي اشتغلنا عليها سطر هنا اهو بالعرض بغرزة العمود بلفة. هبتدي من اول رأس العمود بلفة ده. جيب الخيط بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب منه مسافة. وببتدي رأس العمود. انا مبتديتش منها. انا ابتديت العمود اللي احنا ايه زي ما اتفقنا مع بعض كنا عاملين. وهدخول الف حلقة عقدة بداية. واسحب الخيط من تحت بالشكل ده. طيب. عدد سلاسل انا بعمل حسابي ان انا هشتغل على المكان دوت. اربع مرات بعدد سلاسل محدد. يعني العدد سلاسل دوت انا مش هحدده لكم بالزبط. بيكون على حسب الارتفاع من المنطقة دي الغاتر. يعني على حسب ما انت حباه طويل قصير ممكن تبتدي من واحد وعشرين سلسلة واحد وتلاتين سلسلة واحد واربعين سلسلة. او اي عدد فردي انت حباه يعني مش شرط الواحد وعشرين واحد وتلاتين وكده ممكن خمسة وعشرين سبعة وعشرين آآ تسعة وعشرين وهكزا. المهم من عدد السلاسل اللي هترتفع به في المكان دوت يكون على حسب طول الرقبة. طيب اهم حاجة بردك عدد الغرز اللي موجود في المكان ده من هنا الهنا بردك ايا كان المقاس اللي بتشتغلوله آآ البراه هنهقسمه على اربع مرات هنشتغل فيهم سلاسل زي ما هنشوف مع بعض. بس على شرط ان انا في النهاية بسيب يعني مجموعة من الغرز في المكان ده الجزء ده كده وجزء ده ما بشتغلش فيه. هنبتدي احنا عشان مقاس صغير نقول مسلا آآ واحد وتلاتين سلسلة وده في المتوسط. بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتماشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين يعني ممكن بصوا العشرين نخلي واحد وعشرين ونعمله كده بس لو انت عايز التلسل القسيرة اوي. واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ممكن برضك خمسة وعشرين بصوا هيكون ارتفاع السلاسل كده. ستة وعشرين سابعة وعشرين تبانية وعشرين تلاتين واحد وتلاتين. انا حددت بواحد وتلاتين يعني حاسا ان التول ده هيكون معقول بالنسبة طبعا لمقاسس undergo. هسيب بقى عرض العمود نفسه لان ابتديت من عنده رأس. وهسيب العرض العمود خالص كله. واتكدي عم باول غرزة موجودة عندي في الجزء ده ادخل فيها اسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. يبقى انا كده احنا اتفقنا مع بعض هنشتغل اربع مرات سلاسل. يعني كده هعتبر دي مرة. ابتدتها هنا وقفلتها هنا. كده مرة. خلاص. علشان اشتغل المرة اللي بعدها لازم ابعد شوية عندي. طيب همشي منزلقة واحد. واللي بعدها كمان واحد يبقى اتنين. واللي بعدها كمان واحد يبقى تلاتة. هسيب الاتنين دول مش شغلتش فيهم خالص لكن في رقم تلاتة اللي انا اشتغلتها هبتزيار تفعل السلاسل الجديد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين. هسيب من تحت دي اللي انا اشتغلت فيها هسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل. وهاشتغل غرزة منزلقة. دي المرة الكام? دي المرة التانية اللي احنا اشتغلنا فيها سلاسل. خلاص يا بنات? طيب عشان برضك اشتغل المرة اللي بعدها. رقم تلاتة. بامشي منزلقة. واحد. اتنين. تلاتة. ومن عند رقم تلاتة. طيب. بالنسبة للمقاسات الاكبر يا رامضة. هنمشي مسافة قد ايه? هتقسمي زي ما قلتلك المكان دوت على اربع مرات بنشتغل فيهم السلاسل دي. يعني ممكن انا اشتغلت تلات فراغات هنا عليهم منزلقة اشتغل انت اربعة اشتغلي خمسة. اه اشتغلي ستة. زي ما انت حابة على على حسب المقاس اللي انت طبعا هيكون عندك عدد القطعة اللي هنا للاعمدة دي. المهم انك تقسمي السلاسل اربع مرات يعني في تمن يعني تمن مرات بنعمل فيهم غرز آآ منزلقة هنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وبنكمل بيبقوا تمن مرات. الاربع سلاسل دول. انا عندي واحد اتنين. ولسه بنكمل فضل لنا كمان مراتين هيكونوا عندك تمن مرات بتشبك فيهم من تحت. يقسميهم بقى العدد الغرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة سبعة تمانية في الساعة عشر احداشر اتماشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسرة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين. طيب انا هنا ابتديت صح? دي اللي انا ابتديت من عندها هسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة هشبك بممزل. دي السلسلة رقم كام يا بنات رقم تلاتة. همشي واحد اتنين تلاتة وابتدي تاني واحد وتلاتين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تانية تسعة عشرة احد عشر اتناشر تلاتتاشر اربعة تلاتة وابتدي اشبك. على حسب بقى المكان ده بصد احنا كده فاضل معناها واحد تلاتة اربعة خمسة تمام قوي. وكمان بالاضافة طبعا لمكان اللي هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم مكان الزاوية اللي في المنتصف ده كم مش اشتغل. يبقى انا عندي كده تمام قوي كده. بصوا عدد السلاسل عندي واحد. اتنين تلاتة اربعة. وهو ده المقصود ان انا اشتغل السلاسل دي. وعلى فكرة انا ما عدتهاش وما حسبتهاش. يعني ايه? كده بلوية. هشوف هيمشي معي العدد ولا لأ? واقدر ازبط كده بالشكل ده. السلاسل دي هي بتتشغل معين عند الرقبة ما فوق. بالشكل ده. اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة. لو حسبناه من تحت كم انه يضل عدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام. بابتدي بقى عاعد. همشي بقى بمنزلقة واحد. اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. وعندي هنا كمان عندي سلسلة الزاوية واحد. في المكان اللي في المنتصف ده برضك همشي بواحدة. هجي هنا بقى عند الزاوية دي واحد. وابتدي اعدة انا مشيت هنا كم واحد? انا هنا قفلت هنا مشيت. اللي بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بقى عندي ده عمود واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة. يبقى دي النقطة اللي انا هبتدي منها. يبقى انا زي ما سبت هنا بالزبط لازم عد العدد بالملي علشان خاطر نفس العدد هو هو اللي بسيبه في جهة اليسار. هشتغل هنا بقى بالزبط زي ما مشيت هنا بالطريقة دي لغاية ما اعمل اربع سلاسل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني واشتغلت السلاسل بالزبط زي ما اشتغلت هنا بنفس العدد. طيب في المرحلة دي هرتفع سلسلة واحدة بس كده. وليت في شغل الناحية التانية. السلاسل دي انا عايز اوصل لغاية نصفها. اول سلاسل موجودة عندي هنا في الجنب. وده المكان طبعا اللي انا وقفت عنده. دي اول سلسلة اهي. همشي عليها بمنزلقة. وكل السلاسل دي هنشتغل عليها تاني بس ايه لما نوصل للجهة التانية. كده واحد. باخد الحلقة الخلفية الباكلوب اتنين. وبعمل غرزة منزلقة. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. ناشر. طلات عشرة. عربعتاشر. خمستاشر. وكده بكون وصلت ايه لمنتصف السلاسل اللي هنا دي اهي. وممكن بس يكون في سلسلة تحت انا اخدتها زيادة. دي الخمتاشر بالزبط. ايه كده مزبوط صح. بالشكل ده. طيب من المكان دوت? هاخد تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هعد برضا بالجهة التانية دي اهي. عدد السلاسل اللي انا قفلت فيها. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر جوتاشر اربعتاشر خمستاشر. رقم خمستاشر هدخل. وهو عمل غرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين اهو. طيب. عملت اول ما بين اول سلاسل وتاني سلاسل عملت تلاتة سلسلة. ما بين السلاسل دي واللي بعدها هيكون اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. بالنسبة للمأسات الاكبر هتزوده سلسلة على كل مكان باشتغل فيه. يعني انا اول مرة عملت تلات سلاسل انت وتعملوا في المأس الاكبر اربعة واللي بعده خمسة واللي بعده ستة وهكزا. برضا ببتدي اعيد خمستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عشرة اتناشر اتناشر تعتاشر اربعة اشر وفي رقم خمستاشر بدخل. وبعمل غرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب المسافة من هنا لهنا خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عد السلاسل للبعدها خمستاشر. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر ترتاشر اربعة اشر. رقم خمستاشر بعمل مزلقة. طيب. حين خلاص انا وصلت بقى للمكان اللي انا ايه مفروض التقي بالجهة المقابلة ليا. طيب. في المكان ده انا هرتفع سلسلتين بس. واحد اتنين. فقط لغير. وزي ما قلت لكم انتم بالنسبة للمقاسات الاكبر بنزود على كل مكان بشتغله. على العدد اللي انا بشتغله بزود سلسلة. في كل مقاس بزود سلسلة زيادة. دي فين عدلتك عشان اعيدك صح. بسم الله. اه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تسة عشر احداشر اتناشر ترتاشر اربعة عشر. وفي رقم خمستاشر بدخل. وبعمل المنزلقة. عشان انا عاوز المكان ده بصوا. دي المكان عندي اهو. اعتقد بقى بدأ يبان الشكل اللي احنا قصدينه. بالشكل ده. اهو. مع اللبس طبعا بيكون الشكل واضح اكتر. شايفين? بتجي ارفعها لكم من هنا احسن. اهو. شايفين ده الشكل طبعا المطلوب ان احنا نعمل. طيب. هنرجع انا كده عكس بقى الاتجاه اللي انا كنت فيه. انا كده جاية من الجهة دي كده عكسه. آآ اخر حاجة عملتها هنا كان خمسة سلسلة. بقى وبعد الجهة دي. خمسة ستة سبعة تمانية تس عشر احتاشر اتناشر ترتاشر اربعتاشر خمستاشر. والخمستاشر دي بالنسبة لكم هتكون آآ الرقم اللي في المنتصف. ايا كان بقى الرقم ده هيكون كام. بعد كده اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده تلاتة سلسلة. منزلقة الاول بعد كده تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. ودي اخر مجموعة سلاسة عندي. خمستاشر. طيب. هارجع تاني امشي على الخمستاشر سلسلة البقى. اينا عندي منزلقة. عفوا هو مفروض فعلا ان انا اشتغل في رقم ستاشر يا بناتين. انا بسيب خمستاشر على يمين وخمستاشر على اليسار. واشتغل في رقم ستاشر. بس مش هارجع كل ده عشان ايه ما ضيعش عليكم الوقت. لكن عفوا انت سامحوني. بنشتغل في السلسلة الفردية. اللي في المنتصف. يبقى انا كده اشتغلتي هنا في الفردية هشتغل بقى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعتزر طبعا على اللاغبطة دي خمسة. ستة. سبعة. تانية. تسعة. عشرة. احداشر. ناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمسة عشرة. هازي اخو بس الخيط ده معي. طيب. هرتفع سلسلة وهليف بقى شغلي الناحية التانية انا عايز امشي بسطر غرزة الحشو بالشغل ده. الخيط ده هخليه معي هنا. وبشتغل على الحلقة الخلفية من الغرزة المنزلقة. وبعمل حشو واحد. هيا بتكون صعبة شوية عشان بس الخيط فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عشان ضيقة. بيكون صعبة. بس هنجبها. اتنين. تليتها وممكن ننزل من تحت غرزة المنزلقة في غرزة الحشو نفسها. اربعة. خمسة عشان بس ما طولش عليكم. ستة. الخيط اهو خافينا معينا. حشو朋友. بسم الله الرحمن الرحيم. حشو الان. حشو الان. اتنى عشر. تلاتاشر. بسم الله. اربعتاشر. خمستاشر. همد لله. انا ما حبش اشتغل خالص في المكان المنزلقة بتكون صعبة شوية. وبتاخد وقت في التصوير. طيب احنا هنا دلوقتي في الخمستاشر احنا عندين هنا طبعا المكان اللي احنا كنا قفلين فيه بالمنزلقة نفسه. هسيبه هشتغل على الغرز هنا عندي تلات سلاسل. واحد وممكن تشتغلي عليه على فكرة. اتنين هشتغل في يوم تلاتة حشو. اتنين تلاتة حشو. لو حابين اشتغل عليه هنزل بقى في الغرزة نفسها. اللي اشتغلت في المنزلقة هو اعمل الحشو. هنا كانوا اربعة. انا اعمل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ومكان الغرزة نفسه. منزل. واعمل الحشو. فوق المنزلقة. هنا كان عندي المسافة خمس سلاسل. فوق يوم خمسة حشو. واحد. اتنين. ممكن اشتغل في الغرزة نفسها. ممكن اشتغل ايه? على السلاسل زي ما احنا شايفين. كده تلاتة. لو هشتغل في الغرزة نفسها باخد الحلقة الخلفية بس كده. اربعة. خمسة. السلاسل اللي بعدها في المنتصف. حشو. اهي. سلسلتين هنا في المنتصف دول. واحد. اتنين. الغرزة اللي في المنتصف اللي بعدها. غرزة حشو واحدة. وارجع اكمل لغاية ما اوصل الى النهاية زي ما احنا شايفين. بغرزة حشو فوق كل سلسلة او كل فراغ يقبني وبعد كده هرجع لكم. كده وصلت للنهاية المكان اهول اللي فيه السلاسل الاخيرة. غرزة حشو. والمنزلقة دي كلها هنمشي عليها بغرزة حشو ايه? فوق كل غرزة. عشان بس ما تابكوش معي هنمشي من تحت الغرزة نفسها. على الخمستاشر غرزة اللي اشتغلنا. كده اتنين. تلاتة. اربعة. بكمل طبعا لغاية ايه ما وصل الى المكان ده تاني. بعد ما خلصت الخمستاشر هنزل هنا في نفس المكان اللي ابتدت فيه وهقفل بغرزة منزلقة. هلف الخيط واخرج من حلقة العنزة على الابرة وبشد الخيط بالشكل ده. وهبتدي اقصه. الخيط ده طبعا بنبتدي نخفيه تحت الغرز كلها. طيب لسه انا خلاص عملت صحيح الجزئية دي لكن ما عملتش الحمالة نفسها اللي بتمسك ايه? من فوق. طيب هنعمل ايه? هنشوف دلوقتي. هشتعل في البداية بالغرزة الطائرة بالنسبة لغرزة الحشو. هسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهوى. وطبعا في اكتر من طريقة ان انا اوصل سلاسل من هنا واوصل سلاسل من هنا. بس انا ما بحبش اعود اوصل وقطعه والكلام ده. وبحب بكل القطعة تكون مكان واحد. هقف العقد البداية. هرتفع واحد اتنين سلسلة وهو طبعا سلسلة هشتغل فيها وسلسلة ارتفع غرزة الحشو. يكون عندي على الابرة حلقة بدخل الفراغ بسيب سلسلة وبروح للفراغ التاني. هاسحب الخيط وهخرج. الغرزة الطائرة لما باجي اشتغلها بعمل ايه بنات? انا مش هلف الخيط واخرج من حلقتين مرة واحدة. لأ. هلف الخيط واخرج من حلقة. همسك السلسلة اللي طلعت معي دي. اتبقوا معي حلقتين هلف الخيط واخرج منها. كده انا اكون عملت غرزة حشو. وسبت لنفسي فراغ اشتغل فيه تحت. عشان كده بنسميها الغرزة الطائرة. ايه بقى انا معي حلقة وعندي هنا دلوقتي. حرف ذي. اهو. واضح اهو. الحرف هنا. دي الحلقة الخلفية والحلقة الامامية. هنزل من تحتهم هما الاتنين. اهو. عندي الضلعين على الابرة. معنا يكون واضح. هلف الخيط واخرج من تحتهم. بالشكل دوت. انا معي حلقتين. عشان اعمل الغرزة اللي بعدها. هلف الخيط واخرج من حلقة. همسك بقى حرف ده اهو بايدي. وهلف الخيط واخرج من حلقتين البعضين. وهكذا. هفضل بقى اعمل كده. بنزل من تحت حرف اللي بعده. اليف الخيط واخرج. كده جهزت الغرزة. مش هلف الخيط واخرج من حلقتين مباشرة. لا. اليف الخيط واخرج من حلقة. همسك حرف البي وبعد كده اليف الخيط واخرج من الحلقتين وبكون خلصت الغرزة بتاعتي. اللي بعدها بمزل اسحل الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول. معي حلقتين. يعني في الخيط واخرج من حلقة وامسك حرف الفيديو طلع ده اهو. ضلعين. ضلع هنا وضلع هنا. ومعي حلقتين هلف الخيط واخرج منه. شايفين? انا كده بعمل سطر كامل من غرز. ايه الحشب? آآ بس على الطاير. انا بشتغل هاشة على سلاسل بداية. يعني دي الغرزة اللي احنا بنسميها الرقصية او غرزة على الطاير. بكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما باوصل لعدد السلاسل اللي انا محتاجية طبعا يلف حوالين الرقبة ومش هحدده لان كل بني ادم اللي مقاسه اتحددوها انتوا طبعا زي ما انتم حابين طويلة سيارة زي ما انت عاوزة. هكمل لغاية ما اوصل لطول مناسب وبعد كده هرجع لكم نبتدي نشتغل من المنطقة دي. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت مجموعة من السلاسل اخر غرزة هدخل. الف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من الحلقتين مرة واحدة. ليه عملت كده? لان الغرزة اللي جاية مش هشتغلها عالطاير. هشتغلها فوق المكان ده. اهو. اول مكان عندي في البداية المكان اللي انا انا ايه هتدي اشتغل فيه هشتغل على طول غرزة حشو. يبقى غرزة الحشو الجديدة ما كانتش على الطاير. كنا بنكملها فوق غرز الحشو لتحت. هشتغل بقى فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها. لغاية ما نوصل للجهة التانية خالص. عندي هنا كل غرز الحشو. كل غرزة حشو باشتغل فوقيها غرزة حشو زيها. وبقى كده بدل ما كنا نوصل سلاسل ونرجع نقص ونرجع نوصل سلاسل ونرجع نقص ونرجع نبتدي بقى من فوق السلاسل من هنا نعمل حشو. يعني دي الطريقة التانية. عملناها كده على الطاير وبقى عندنا هنا غرز الحشو طبيعي. وعندنا كمان الحشو اللي احنا اشتغلناها على الطاير. تكمل معانا بدون ما نقص ونوصل باكتر من طاقة. طيب دلوقتي هشتغل بقى غرس حشوة غاية نوصل للمكان دوت. وبعد كده هرجع لكم كمل مع بعض. رجعت لكم هاني وفي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض عشان نبتزي تاني نشتغل غرزة على الطاير او الغرزة الرأسية. اللي حابب يراجع الغرزة الرأسية او الغرزة على طاير انا شرحتها في تلات غرز شرحتها بغرز الحشو غرزة نصفة عمود غرزة العمود بلفة. وقلت كمان نقدر نعملها بالنسبة للاعمدة اللي اكتر من اتنين لفة وتلاتة لفة ازاي? دي عملتها في فيديوهات خاصة بيها لو حابين تتابعوها هي بتكون على قائمة آآ فنيات الكوريشي هي تعتبر طريقة من طرق الفنية في الكوريشي اللي احنا بنقدر نشتغل بيها بدون سلاسل بداية. وقتنا انا طبعا ان هي تنقل اعجاب. آآ الطريقة دي بتسمح لنا ان احنا حتى لو انا مسلا جيت قبل ما اشتغل السلسلة دي اللي هي مسلا مجموعة الغرز دي لوحدها كان ممكن ابتدي من البداية هنا اشتغل الجزئية دي كلها حشو وبعد كده ابتدي اشتغل هنا غرز ع الطاير بغرزة الحشو وارجع اشتغل من الجهة دي غرز ع الطاير بغرزة الحشو. ما فيهاش اي مشكلة. طيب. الغرزة الاخيرة بدخل بسحب الخيط وبخرج. اي غرزة حشو عادية بلف الخيط واخرج من حلقتين. اما الغرزة اللي ع الطاير بلف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس بدي لنفسي ايه مسافة اشتغل فيها. وبعد كده لف الخيط واخرج من الحلقتين. بدخل تحت الضلعين اللي طلعوا لي من الغرزة اللي تحت. اهون. ضلع امامي وضلع خلفي على الابرة. اسحب الخيط وهخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقة واحدة وامسك طبعا الضلعين دول اهم زي ما احنا شايفينهم واضحينهم. الخلفي والامامي. همسكهم بقداية ومعاي حلقتين هشتغل عليهم غرزة حشو بعدين. بنزل من تحت الضلعين. هسحب الخيط وهخرج. هلف الخيط واخرج من حلقة. وامسك الضلع اللي تبقى لي. السلسلة اللي تبقيت لي. السلسلة اللي انا بشتغلها دي بشتغلها عشان اشتغل عليها المرة الجاي. بعد كده لف الخيط واخرج من الحلقتين. بقرر بنزل تحت الضلعين. اسحب الخيط واخرج. مرة باسحب الخيط واخرج من تحت الضلعين. بطلع لي حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقة. يطلع لي دلعين جدايات اشتغل عليهم او سلسلة جديدة اشتغل عليها. والحلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. بكمل بقى عدد السلاسل اللي انا حباها لغاية ما بوصل الجهة التانية. طيب. اه زي ما احنا شفنا. الفردن طب يا رندن انا مسلا هنا عايزة لو انا مشتغلتش دي. عايزة ابتدي اشتغل في المكان دوت بطريقة الغرزة الطائرة. هلف شغلي بس ما فيش مشكلة خلص. هلف شغلي الناحية التانية. ابتدي انا بس هجيب ايه? فتلة خيط صغنصوطة. وابتدي في المكان دوت. اوصل خيط. بالشكل ده وهرتفع السلسلة. وهشتغل غرزة الحشوة هدخل اسحب الخيط وهخرج معي حلقتين. هبتدي بقى اشتغل بطريقة الغرزة الطائرة. اني بسحب من حلقة. آآ بعد كده اسيب الحلقة دي. والف الخيط اخرج من حلقتين. هرجع ادخل تحت الضلعين وهكزا. ده لو انا مسلا ما اشتغلتش دي من البداية على الطائر. كده بيكون طبعا مصلنا لنهاية الفيديو النهاردة او نهاية الحلقة بتاعتي النهاردة. بكمل طبعا عدد السلاسل اللي انا حباها لغاية مالفة حوالين الرقبة. وطبعا زي ما احنا شايفين شكل البراء او حمالة الصدر. عملناها بكل بساطة وبكل سهولة. وكلمنا طبعا عن المقاسات سواء من فوق او من تحت. والاعداد كلها وبسطناها بطريقة بسيطة جدا. اتمنى رب ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط. واكون شرحته معاكم بطريقة ما تكونش مملة عليكم. ما تنسوش اذا اجاكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسابسكرايب وتسلموني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرارة الجرة شانوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو فيه اي استفسارات او طبعا اي حاجة حابين تسألوا عليها. اكتبولي في التعليقات وانا من عناية الاتنين هيوضحها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.